تعال يا. تعال يا. تعال يا. ما شيء؟ يا رجل قاما ماشيuming؟ هلأ شيء؟ ماشي ليواجب؟ أيوة. الله يدنياً ب infect that well. اخير. انت واش ليه واجب? يعني انت ما عارف يعني ولا شنه? ما عارف هذا الفجنه? حيدر. ما عالو? يا زول حيدر معين? لابجور ياد لابجور كروع بزميق عامل كده. يا راجل. والله. الشفر. ما صفر. قلت لك لابجور ياد ما بصفره. صفر شنوه صفر شنوه قطر هو قطر انا ما قلت لك انت والله ارعى اليوم. اه ما اطرم اقل ايه. يا عزاكو يا زيومك. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. كيف الاحوال? ان شاء الله طيبة. كفار اليو يا. سلامت يا. الله يباركي. الله يباركيك الحمد لله. تفضل تفضلوا. اهليني. اديك العافية. تسلم ان شاء الله يبارك فيه. تسلم ان شاء الله. تفضلوا. شنوه ازالة زان لما عالو حيضر كمان. والله يسكت بس. الليل كله ما قادر ينوم. ظهروا متعبوا. ورجله الشمال دي ماشي ما قادر يمشي. لح ولو ولا قوة. تفضل تفضل كده شوفه خشوا رجوع. يجوفوا. ما يحيق مسكين يا. فضل. ربنا يا والي بالعافية. السلام عليكم. عليكم السلام كيف. كيف هذول. فضلك ايا. ايا حوالي. ايا حوالي. الله يحمل الله. كيف حيضر الحقائي جنو. الله يفضل. الله يفضل ان انتهد عديني الله يفضل. الحوالي لله. اول حاجة من مبارح اصبحت. ظهر ده واقف. عود بس قنى. واليد الشمال دي تقيلة. رجلي الشمال دي ما بتجر كله كله. جنبتك الشمال كلها. كل يوم والله ما كفى عاصر يمين هذا الشيء ده أبو أديك والله الشمال ده أبو أديك عملته شنو؟ نشاد للدكتار نشاد الدكتار أدالي حبوب كتب لي حبوبه قال ليه تمش ناس الدلك دلك شنو يا هزول دلك شنوش يحضر الله يدلكوك بيد داردان قلت اعتزل أديك هزول إيه تانا اسمه مسلغة فين؟ أنا أقعد الحلة دي أصلغي فيها أنا يعني أقعد سلغي في الحلة دي والله هنا شغل لك ده مو شغل دلك؟ شغل لك ده شغل علاج طبيعي والعلاج الطبيعي هو تخصص طبي انفرد براوه بعدين عنده أجهزة حديثة وعنده تمارين وعنده حيات كثيرة بيعمل لك عشان عالج المشكلة اللي عندك دي أس يقوم أرح أرحك أنا عندي مركز طبي متخصص علاج طبيعي إماك أهو أموك ما تديني إيه ده؟ متخصصين؟ أيوة أرح؟ أرح؟ أرح طوالح؟ لا لا خلاش أقعد 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 هبوبة هبوبة موسيقى 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 ماشاء الله يا فضيل حيدر ده من أول جلسة في العلاجة الطبيعي يتحسن ويقعب شي كويس أنا والله قلت يا فضيل انت كلاما غلصا لقد طلعت معلم وخطير والله والله يا فضيل كلاما صح انت عرفت الكلام ده منه يا فضيل استلغف يا أخوانا استلغفا استلغفوا هاتزولة المسلغف ده بحت في الحياة جبت المعلومات ده من الشبكة السودانية للعلاية الطبيعي بعدين ده العاملين حمل التوعية بدور العلاية الطبيعي في المجتمع بيعملوا دورات تدريبية وتأهيلية للأخصائيين بتاعينا كده يا أخوانا خلونا نستقف شوية ورونا قالوا ايشنو قالوا في تداخل ما صحيح ما بين مجال العلاج الطبيعي ومجالات تانية زي مجال الطب الطبيعي قالوا ان الطب الطبيعي تخصص بيختلف تماما عن العلاج الطبيعي وحسب التعريفات العالمية ان الطب الطبيعي بيستخدم وسائل بتختلف عن العلاج الطبيعي زي الحقم في المفاصل ودراسات التوصيل العصبي وغيرها أما العلاج الطبيعي بيستخدم الليزر والأشعة تحت الحمراء والموجات الصوتية وأجهزة ثانية مختلفة بعدين فيه تمارين علاجية والتحريك اليدوي والمفاصيل وغيرها شين يليكن وقالوا ما ممكن أخي الصائد طب الطبيعي يضع خطة للعلاج الطبيعي لأنه يزول تخصصه براو وقالوا إن كل التخصصات دي بتشتغل مع بعض عشان يهم هنا المريض والمهم إنه المريض يلقي الخدمة الصحيحة من الشخص الصحيح وعشان كده بينصحوا كل المرضى اللي بيمشوا مركز علاج طبيعي يكون فيه أخي الصائد علاج ما يقتخصص تاني الله يا فضيل لو ما كلامك القبيل ده الله يقول روح تساي شكرا للشبكة السودانية للعلاج الطبيعي